اشتركوا في القناة كماء طاهر نابع هل أمه عندنا نبع سلال طيب نافع يا نبيع الوفى والخير نور للهدى ساطع يا نبيع الوفى والخير نور للهدى ساطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة أسبوعية جديدة من برنامجكم يا نبيع هذا البرنامج الذي يتيكم في تمام الثانية والثلث ومن خلاله نستضيف عددا من طلبة العلم والمشايخ ليقدموا لنا مائدة علمية رائعة من خلالها وإياكم نعيش ساعة كاملة في هذا اليوم المبارك في موضوعات مهمة موضوع حلقتنا لهذا اليوم في ميادين العطاء وهذا الميدان الذي يعيش فيه الصالحون بطولات ويعيشون فيه أياما جميلة ويقدمون فيه الكثير والكثير من أجل أن يرسموا لحياتهم الأخروية حياة مختلفة دعوني أرحب في مطلع هذه الحلقة بالشيخ محمد بن سليم الصبحي والذي دائما ما هو حريص على أن يكون متواجد معنا في برامجنا المتنوعات سواء في القناة العلمية أو القناة العامة رحب فيك الشيخ محمد عليكم السلام ورحمة الله حبيبنا عبد الحكيم ومشاهدي قناة المجد أسأل الله سبحانه وتعالى لكل من يشاهدنا في هذه اللحظات أن يجعل لهم من كل ضيق مخرجة ومن كل هم من فرجة ومن كل عسل يسرى وأن يعطيهم من العيشة الغدهم العمري أسعدهم الرزق أو ساعهم الولد أصلاحهم من العلم ينفعه ومن خير أجمعه من الصحة تمامهم من العافية دوامها قدمت من مكة إلى الرياض كل بلادي المحبوبة ولسان حال القائل يقول يحبها خير أهل الأرض قاطبة ما هو الفؤاد لقاصيها ودانيها نحبها لا لشيء جر منفعة ولا رياء ولا سكر ولا تيها غيومها رحمة أمطارها فرج ريحها المسك والأرواح تفديها الله يا شيخ طبعا دائما ما تتحفنا بهذا العبيات الجميلة وعادة تكتبها خصيصا سواء للبرنامج أو لزيارتك للبرنامج شيخنا بداية اللقاء أردت استثناءا أن يكون هناك حديث خاص ورسالة خاصة توجهها لكل مسلم في هذه الأرض وحتى خارج الأرض هذه رسالة حقيقة لكل مشاهد ومشاهدة يسمعوني ويراني في هذه اللحظات أقول له ما أجمل أن نعلم أننا بيننا وبين الله باب مفتوح ما بقي في الجسد يروح تعلمون ما هو هذا الباب باب الدعاء هذا الباب من دخله كان آمنا من دخله كان سعيدا من دخله كان ممن يعيش عيشة سعيدة رغيدة حميدة في أمان الله وفي ضمانه وفي إحسانه وفي سرور ونور وحفور لأن الله هو القائل شيخ عبد الحكيم هو القائل ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ودعان سئل علي ابن طالب رضي الله عنه أرضاه قيل له ما بين الأرض والسماء قال دعوة مستجابة قال دعوة مستجابة حتى يقول أحدهم يا من يغضب على من لا يسأله ارحم من سألك يا من لا يغضب لأن الله يغضب على العبد الذي لا يسأله من لم يسأله لا يغضب عليه بل الله تعالى يا عبد الحكيم ومشاهدي الكرام ومشاهدات الكرام الكريمات يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحمل عبد إذا رفع يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبا بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه أنتم موقنون بالإجابة وأعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل الله دعوة يا عبد الحكيم دعوة قالها موسى قبل أن يصبح نبيا قبل أن يصبح نبيا عندما خرج من مصر خائفا يترقب ولوجد بنات شعيب فسقى لهن ثم آوى إلى الظل لم يبعث نبيه بعد آوى إلى الظل بعد أن عمل عملا صالحا سقى لبنات شعيب فآوى إلى الظل ماذا قال أتمنى هذه الدعوة لكل مشاهد ومشاهدة أن يحفظها وأن يرددها فوالله سيدهشكم الله بأثر هذه الدعوة على بيوتكم على أولادكم ماذا قال موسى قبل أن يصبح نبيا قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي محتاج كل خير المحتاج إليه ما الذي أصاب موسى قبل أن يبعث نبيا بعد أن دعى بهذا الدعاء سيدهشك الله بهذه الدعوة وهي أمان وضمان بيت وزوجة ومال ووظيفة والنبوة ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير دعوة يسيرة لكنها عند الله كثيرة غزيرة بل تصور تصور دعوة نحتاج إليها كل مسلمين اللهم قيني شحة نفسي عبد الرحمن بن عوف كان يطوف سبعة أشواط في الكعبة يطوف سبعة أشواط حول الحجر والحجر والمقام كما طاف المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم قيني شحة نفسي فقط كيف يشرحنا هذا يا شيخ فقط يقول اللهم قيني شحة نفسي بعد أن انتهى من الطواف سؤال ماذا الدعاء فقط ما وجد غيره قال أما سمعتم أما قرأتم قوله تعالى ومن يوقى شحة نفسه فأولئك هم مفلحون يا الله يصيبك الفلاح في بيتك في ولدك في أهلك في أن الله تعالى يحقق الأمنية التي تتمنها كل رجل وامرأة كل ذكر وأنثى شاب وشابة عنده أمنيات عليه بالعطايا وعليه بالنفقات والصدقات ورعاية الأيتام واليتيمات سيدهشه الله بتحقيق أمنيته شميل نعم سيدهشك الله بتحقيق الأماني كل إنسان عنده أمنية كل إنسان عنده أمنية وظيفة زوجة زوج بيت كذلك مال رزق سداد ديون عقيم يريد ولد كل هذه الأمنيات تتحقق بعد أن تتجاوز هذا الدعاء ما هو اللهم قني شحة لأن النفق والصدق ورعاية الأيتام وبذل الخير يحقق الله تعالى به الأمنيات ويفرج الله تعالى عنك الكربات ويسر لك الله ليسرى ويجنبك الأسرى يا السلام شيخنا طبعا نحن نتكلم في هذا الحلقة يعني ونحن برعاية وشراكة من جمعية رفاق لرعاية الأيتام ووصلنا معهم في دعم موقفهم المرحلة الثانية وصلنا تقريبا إلى مئتي ألف متبقي من المبلغ أكيد ونحن في نهاية هذا العطاء وفي هذا البذل في هذا الميدان ميدان الخير أكيد سيتبادر إلى الذهن مجموعة من من الأفكار الجميلة في الصدقة وأيضا من أنواع العطاء التي يعني يبدلها الإنسان فيها في كلمة لطيفة ممكن ذكرتها في ثانية حديثك اللي هو رعاية الأيتام إنها تحقق لك الأمنيات كيف يمكن ذلك؟ نعم أولا أقول من وفق إلى عمل صالح نفق صدقة رعاية أيتام عمل خير هذا المرحوم ومن حبس أو حبس نفسه عنها فهو المحروم نعيد الكلمة من وفق إلى عمل صالح نفق صدقة رعاية أيتام عمل خير بر صلة فهذا المرحوم الله ومن حبس نفسه عنها منع نفسه عنها فهذا المحروم بينما في الواقع بعض الناس لما يعني يبضل من ماله إذا هو يأتيت لك باب الخير لا تغلقها عليك فربما هذا الباب هو باب من باب الجنة زكريا زكريا كان أمنيته أن يكون له ولد ما عنده أبناء فتوجه إلي رعاية اليتيمة من هي مريم فقام على شأنها في تعليمها ونفقتها ورعايتها وينفق عليها يا ابن مريم ابنة عمران فأنفق عليها وقام عليها لأنها يتيمة وكلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله سبحان الله فلما كانت أمنية زكريا شوف تحقيق الأماني برعاية هذه اليتيمة والنفق عليها قال ربي لا تذرني فردة فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه قال العلماء أعطاه الله الولد وأصلح له الزوجة كان فيها شيء من الحدة على زكريا وسوء الخلق مع زكريا وأصلحنا له زوجه إذن من أراد أن تتحقق له الأمنيات وتستجاب له الدعوات فليقدم عاملا صالحا بين يدي رب البريات سيدهشه الله تعالى بإجابة هذه الدعوة يا الله عندما قال زكريا ربي لا تذرني فردة فقط ما هو دعاء طويل عريض لا ربي لا تذرني فردة كل إنسان الآن يسمعني كل مسلم كل مسلمة ادعوه عقيم أو الغير عقيم ربي لا تذرني فردة سيكرمك الله بتحقيق الأمنيات حقق الله أمنيات من زكريا الولد وإصراح الزوجة وإصراح الزوجة إذن الدعاء باب من أبواب الرجاء باب من أبواب الخير باب من أبواب النفع باب من أبواب معه النفق والصدق في سبيل الله وكذلك البذل والعطاء والبذل والعطاء بل أيضا من أعجب ما ينبغي للمسلم أن يستمتع به ويتلذذ به أن هذه الأعمال الصالحة هذه الأعمال الخيرة هذه الأعمال المباركة تعود على بيته وعلى ولده وعلى أهله وعلى حياته وعلى سعادته لأنه كما ذكرنا تتحقق الأمنيات بل تعلم يقينا حبيبنا عبد الحكيم ويعلى مشاهدين ومشاهدات أن الله تعالى يفرح ويحب هذه الأعمال إذن أحب ما يحبه الله وإنسان حالك يقول أنت أنديك روحي بل أنت منها أحبه فحسب بحبي أنه أحب ما تحبه يا سلام مصداق لكلامك يا شيخ قول الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيط والعافين عن الناس والله يحب المحسنين جعلهم الله من المحسنين بل أن أيضا ويطعمون الطعام على حبه على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فقدموا محبة الله على محبتهم وكما ذكرت ولسان حال كل واحد منهم يقول أنت أنديك روحي بل أنت منها أحبه فحسب بحبي أني أحب ما تحبه بل لن تنالوا البر حتى تنفقه مما تحبه لما أنفق بطلحة قال هذا برحاء جعله يا رسول الله في سبيل الله قال اللهم اجعل له ذخرا وبررا ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بل أصبح أبو طلحة من محبة الله له بعد هذه النفقة ما تذكر هذه الآية إلا ذكر أبو طلحة سبحان الله ما تذكر هذه الآية إلا ذكر أبو طلحة بل الصغير الآن والكبير الذكر والأنثى عندما يسمعون هذه الآية أول ما يتباذل إلى ذهن من أبو طلحة أبو طلحة لماذا أحبه الله بل الله تعالى عبد الحكيم يفرح عندما قدم ضيف عند النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ضيف إلى النبي ما وجد ما يطعمه وأخذ وحد الأنصار وآثروا هذا الضيف على طعامهم وأولادهم وبيوتهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لما صلى الفجر مع النبي قال لقد ضحك الله من صنيعكم والبارحة يا الله يا الله والله إذا ضحك رضي خلاص إذا ضحك الجنة بإذن الله إذن اجعل الله تعالى يضحك ضحكا يليق بجلاله ليس كمثل شيء وهو سمع البصير يضحك على ما تبذل يفرح بما تبذل نعم لن تزيد في ملك الله شيئا يا ابن آدم لو أن أولكم وإنسكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقاموا على كانوا على أتقى قلب رجل واحد يدعون الله ما زاد ذلك في ملك شيئا لماذا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم من أجل ذلك يا إخواني أقول ما أجمل ما أجمل أن نعلم أننا إذا أردنا أن نعيش عيشة سعيدة رغيدة حميدة مع أولادنا مع أزواجنا اعلموا أن هذه القربات النفقات الصدقات رعاية الأيتام العناية بالمسلمين الجزاء عند الله من جنس العمل كما رأيت المسلمين سيرعاك الله ويتولاك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسن أعطيك قصة بسيطة صدر جعفر بن أبي طالب قبل أن يسلم ترى هذه ترى مهمة جدا كان يسمى أبو المساكين قبل أن يسلم سبحان الله وبعد أن أسلم زاد الجمال جمالا والحسن حسنا الله لما مات استشهد في غزوة الإمام لما استشهد من الذي اعتنى بأولاده تصور من النبي جاء عند أسماء بنت عميس وأجمع أولاد طلح الأربعة وضمهم وشمهم وقبلهم واعتنى بهم وحلق رؤوسهم أرسل من يحلق رؤوسهم وغيروا ملابسهم ثم صاحت أسماء بنت عميس وبكت وولولت وأرعدت وأبرقت من الصياح قال لها تخافين عليهم الضيعة قالت نعم رسول الله قال أنا وليهم في الدنيا والآخرة الله بل تنافس الصحابة من تزوجها من تزوجها أبو بكر الصديق يا الله أبو بكر تزوجها لا لجمالها ولا لمالها ولا لحسبيها ولا لنسبها وإن جمعت المجد من جميع أبو أبه لكن لأن عندها أيتام يا الله وبعد موت أبو بكر تزوجها علي وبالمناسبة من حسن عشرتها أسماء بنت عميس من حسن عشرتها أوصى بعد موت أبو بكر الذي تغسله أسماء بنت عميس من حسن عشرتها يا الله ومن جمال عشرتها يا الله لذلك أقول بعض الناس قد يجد سوءا في بيته نزاعات شقاقات خلافات تعرفون من الذي يجبر هذا الكسر من الذي يجبره النفقات الصدقات رعاية الأيتام اليتيمات التقرب إلى رب البريات هذا كله سبب من أسباب ماذا سبب من أسباب سعادتك صحيح وإلا وإلا كل عمل صالح ستجد من يعمله إن تجاوزك فلا تدعه يتجاوزك لا تدعه يذهب إلى غيرك وفي ذلك فليتنافس فاستبق الخيرات تصور عبد الحكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيدخل عليه قوم من مضر ثيابهم مرقعة حفا ثيابهم بالية فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو رحمة رحمة صلى الله عليه وسلم فلما رآهم تغير وجهه ولونه وقام ودخل وخرج ثم قال يا بلال أذن فأذن يا بلال أقام فأقام فصل ثم قال أيها الناس اجلسوا ثم قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ثم قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قال النبي بعد ذكر هذه الآيات ذكرهم بالله سبحانه وتعالى ثم قال تصدق رجل بديناره تصدق رجل بدرهمه تصدق رجل بصائي تمره تصدق رجل بصائي بره اتقوا الناره لو بشق تمره الصحابة فيه المسجد قام أحدهم خفية إلى بيته وجاء بصر نقود يعجز عن حملها فقام الصحابة إلى بيوتهم هذا طعام هذا ثياب حتى اجتمعت بين النبي أكوام فسر وجهه كالقمر ليلة البدر كالقمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم ثم قال من سنى في الإسلام سنة حسنة كل صدقات هؤلاء تجري على هذا الرجل الأنصار وبالمناسب ما أحد يعرف اسمه ما أحد يعرف اسمه لماذا؟ لأنه يحبهم ويحبونه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكين وما لأحد عنده من نعمة تجزأ إلا ابتغاء وج ربه لا 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 ولا سوف يرضاه إذن الله تعالى يحب هذه الأعمال لأن فيها نفع نفع وفيها أيضا رفع نفع المسلمين رفع ترفع عنهم الضراء والنكباء وتجعلهم سعداء والجزاء عند الله من جنس العمل نعم الجزاء من يسر على معسل من فرج عن مؤمن كربك فرج الله عنه كربه من كرب الدنيا والآخرة صحيح و أيضا يا شيخ من فضل هذه الصدقة و بذلها و عطاء الناس لها هي أن الله تعالى من فضلها خصص لها بابا في الجنة باب الصدق ثمانية أبواب صحيح و من ضمن هذه الأبواب الصدق و سبحان الله تقيك من الفتن ما ظهر منه هو بطن مقايا سبحان الله حصن حصين و درع متين بل أنها سبب من أسبابي ماذا سبب من أسبابي أنك تكون من أهل المعروف و أهل المعروف يا عبد الحكيم في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة و صناعي على المعروف تقي تقي ميتة السوء و تقي الآفات و الهلكات هذا حديث النبي صناعي على المعروف تقي ميتة السوء و تقي الآفات و تقي الهلكات و كم أناس يقول سبحان الله لما تصدقت أنفقت كفلت أعطيت منع الله عني حوادث منع الله عني أمراض ترى كثير من الأمور يحبسها الله هي مكتوبة في أقدار الله لكن من قدر الله أنه يمنعها من قدر الله سبحان الله فتحبس وتمنع أن تنزل عليك بسبب نفقة أو لأنه من جذال قال اتقوا النار تصور عبد الحكيم قصة عجيبة المرأة التي جاءت عند عائشة وأطعمتها التمرات وآثرت بناتها على نفسها فأخبرت النبي وعجبت عائشة بهذا الفعل فأخبرت النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت لها الجنة و اعتقها الله من النار يا الله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم و من يقشح نفسه فأولئك هم يفلحون يعني هذا أن الصدقة التي قد الإنسان يعني يدفع منها مبلغ بسيط قد تكون هي معينة عليه على مصاعب الحياة قد تتعوق أمامها بعض المصاعب و بعض الأمور تأتي الصدقة لتفتح هذه الأمور تخرج الكربات تدفع الآفات تدفع المهلكات تنفع الأبناء و البنات بل أنها سبب من أسباب أيضاً إزالة النزاعات والشقاقات والخلافات كثير من الناس يعاني في بعض النزاعات والبيوت والشقاقات أنفق و أقصد بذلك بإذن الله أن الله تعالى ينزل عليك البركة فإذا أسعدت الآخرين أسعدك الله و إذا فرجت على الآخرين فرج الله تعالى عنك لأن الجزاء عند الله من جنس العمل فاشكروني أشكركم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون واشكروني ولا تكفرون أيضاً من نفع النفقات والصدقات للشق عبد الحكيم أنه في شكر لله شكر لله صحيح و الشكر موصول بالزيادة لأن شكرت أوليتني نعماً أبوح لك بشكرها و كفيتني كل الأمور بأسرها فلا أشكرنك ما حييت و إن مدت فلا تشكرنك أعظمي في قبرها يا الله الآية في أول ما بدأ الإسلام مسجد النبي تعرف بدأ بمن بمن عجيب هذا الكلام الذي سننسرنا بدأ بأيتام سهل و سهي عند لما بركت ناقة النبي في مربد لسهل و سهي أيتام عند بن النجار عند أسعد بن زرارة قال ثامنوني عليه يا بني النجار يعني بثامن قال والله نريد ثمنه من الله أول صدقة في المسجد أول عمل في المدينة بدأ بالأيتام إذن لهم فضل علينا لا بد أن نرد الجميل سبحان الله لا بد أن نرد الجميل أعطيك قصة يتي أعطني شكرا تسمعني يا حبيبي تفضل يا شكرا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل معه ابنه صغير صغير لن أذكر اسمه إلا عند الحاجة فجاء النبي وأجلسه بيمينه فقال لأبوه ما اسمه قال بحير قال لا هو بشير قال هو بشير بشير غير اسمه النبي يغير الأسماء يغير أودية إذا ما أعجبته أسماء أودية يغير أسماء أماكن كثيرة عدد الأسماء التي أحصيت وغيرها النبي تجاوز العشرين والأودية والأماكن لن أدخل في هذا الميدان قال ما اسمه قال بحير قال لا هو بشير فمسح النبي على رأسه استغل الإبن الأب هذه الفرصة قال رسول الله في لسانه عقدة عقدة فنفذ في لسانه فحل الله العقدة وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح النبي على رأسه تدور الأيام أبوه يموذ استشهد في غزوة أحد وهو صغير أصبح يأتي فلما دخل النبي المدينة وجد الغلام يبحث عن أبوه ويبكي فلما اشتد عليه البكاء قال أما ترضى أنا أكون أنا أباك وأمك عائشة يا الله مش الفضل كبير لا إله إلا الله إذا الإسلام اعتنى بهم اعتناء عظيم كما اعتنى الله بنبيه ألم يجدك يتيما فآوه ما أجمع أن نعلم الذي يرتبط بهؤلاء والله سيعيش إيشة حميدة رغيدة سعيدة لأن الله سيدهشه بما هو قادم وهذا ليس الدعاء حليمة السعدية حليمة السعدية الآن كلما ذكر النبي ذكرت حليمة لماذا؟ لأنها اعتنت بيتين اعتنت بيتين حليمة السعدية لما قدمت إلى مكة وكلما قدم النبي لإمران بني سعد كانت ترده لأنه يتيم ما كان له قيمة عند العرب قبل الإسلام فلما خرجنا بن سعد بني سعد وكلهم يحملنا رضا إلا هي قالت لا والله ما أخرج أخذت وهي كاره أصبحت حليمة تذكر كلما ذكر النبي ونشأت النبي حتى أن الشيماء لما أسرت مع أسرى هوازم وكان قد فارقها النبي قرابة خمسين عام أو أكثر من خمسين عام قالت لهم ويلكم أنا أخت صاحبكم ما صدقوها دفعوها فلما وقفت بين يدي النبي في الجعرانة عندنا في مكة قال قالت له أنا الشيماء قال الشيماء النبي تركهم صغيرا قال بيني وبينك علامة قال عضا عضتني في ورقي قال صدقتي فقام وفرش رداءه وأكرمها وأطعمها وأعطاها وخيرها بين المدينة وبينها تعود عزيزة مكرمة إلى أهلها كل ذلك لأنها يتيمة لأنها اعتنت بالنبي صلى الله عليه وسلم أمها حليمة سبحان الله لذلك أحبة الذي ارتبط بهذه النماذج والله ثم والله سيكون من السعداء من الأنقياء من الأصفياء من الأولياء سيدهشه الله تعالى بما هو قادم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهذا الغلام بشير بشير بن عقرب بن عقرب الجهني لما مسح على رأسه وقال له أما ترضى أن أكون أنا أباك وأمك عائشة عاش سنين عديدة مديدة شاب كل شيء في جسمه إلا موضع مسح النبي صلى الله عليه وسلم ما زال أسوده بركة بذلك أقول أحبتي هذه هذه نفحات ربانية إلهية مكرمات بين يديكم لا تعجزوا ولا تبخلوا على أنفسكم تسابقوا تنافسوا فاستبقوا الخيرات وأعلموا أن ذلك سيعود عليكم وعلى سعادتكم بل سيعود على أمنكم ويعود كذلك على ذهاب ما في البيوت من الخوف والحزن والأحزان والأمراض بل كما قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولهم يحزنون وفي الآية الأخرى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كما تلحب إلى آخر الآية يدل أيضا على أن الصدق الواحدة قد تصل إلى 700 حسنة والله جماعة الخير ترى الشيء يعلموا مسألة مهمة جدا ما عندكم ينفذ ما عند الله ما عند الله بقى وما نقص مال من ماذا من صدق من صدق لذلك أحبتي العاقل هو الذي يقدم بين يدي الله سيدهشه الله تعالى في الدنيا بالسعادة وفي القبر تكون تقيه حر القبر ويوم اللقاء الله يكون تحت ظل ظل الله سبحانه وتعالى كما ثبت سبع يظل من الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم الذي تصدق فأنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لذلك هناك أبواب الخير مفتوحة فادخلوا منها ولا تغلقوها هي مفتوحة لكن بعض الناس يأتيه الشيطان فيزهده فيها فوالله ثم والله لو تجاوزت إلى غيرك كثير كثير قد يندم لماذا لأن هذه الأبواب قد لا تفتح لأنه سيأتي زمان سيأتي زمان على الناس يخرجون بالصدقات لا يجدون من يأخذها لا يجدون من يأخذها العاقل هو الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم هناك قصة عجيبة شيخ عبد الحكيم السلام النبي أهدى أبو الهيثم ابن التيهان أبو الهيثم ابن التيهان قضية أن المعروف المعروف بين الناس سبب من أسباب ماذا سبب من أسباب أنهم يكونون أول من يدخلون الجنة أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وصلاة المعروف تقي مصارح السود وتقي الآفات والهلكات هنا أبو الهيثم من التيهان لما أطعم النبي و أبو بكر عنده في بيته أراد النبي أنه رد الجميل قال إذا سمعت أنه جاء عندك خادم قال ما عندي يا رسول الله قال ما عندي خادم ما عندي خادم يخدم النخل يخدم البيت يخدم السقي يخدم الرأي قال إذا سمعت أنه عندنا سبي إذا سمعت أنه عندنا سبي تعال فلما جاء سبي للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء قال اختر أحدهم قال اختر لي أنت يا رسول الله قال خذ هذا رأيته وصلي يصبح عنده يخدمه عبدا عنده فلما أقبل على الباب قال يا أبو الهيثم قال نعم يا رسول الله قال اصنع له المعروف الله يفعل له معروف فلما جاء الدم الهيثم في التيهان قال لها سمعت النبي يقول قولا عجيبا قال ماذا قال قال يقول يصنع له المعروف قالت ما أرى معروف أعظم من أنك تعتقه سبحان الله هو يخفف عنها الأعمال أيو الله مع ذلك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم فأعتقه ما أجمل الإنسان يصنع المعروف سيعود عليه وعلى ولده وعلى بيته وعلى سعادته وعلى أهله وعلى ذهاب الآفات والهلكات والأمراض بل أنها سبب من أسباب الشفاء والدواء الله وسبب من أسباب رفع البلاء إذن فقط لابد أن رب النفس الأمارة بالسوء لأن النفس ترى ما تحب هذه الأعمال النفس عندها نفس أمارة بالسوء والنفس المطمئنة والنفس اللوامة النفس الأمارة بالسوء هي التي تأمرك بالسوء ولا تأمرك بالحسنات والطاعات والنفقات والصدقات اسمح لي يا شيخ نطلع الفاصل وبعد الفاصل لنا إن شاء الله وقفات أخرى فيما يعدين العطاء فاصل ينابيع الوفى والخير نور للهدى ساطع حياكم الله مشاهدين الكرام في برنامجكم ينابيع مضوع حلقتنا لهذا اليوم في ميادين العطاء وبالتأكيد الميادين الخاصة بالعطاء والخير والنفقة ميادين كثيرة وأبوابها متعددة وبالتأكيد نحن حريصين كل الحرص على أن يكون لنا شيء في آخرتنا يبقى مضيئا يبقى خيرا شيئا ينتظرنا في الآخرة يكون لنا ضوءا ويكون لنا خيرا عظيما بإذن الله أسعد مباشرة بترحيب مرة أخرى بالشيخ محمد بن سليم عبد الحكيم ومشاهدين ومشاهدات وأسأل الله سبحانه وتعالى لكل من يشاهدنا في هذه اللحظات أن يجعلهم من السعداء ويحفظهم من الشقاء واللأواء والضراء ويجعلهم في صحة ونعماءهم والبيت والأبناء يا رب وأسألهم سبحانه وتعالى أن لا يدع لهم هما ولا حزنا ولا كربا إلا نفسه ولا دينا إلا قضاه ولا محروما لأطاه ولا ولدا إلا صلحه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضاه يا شيخ أنا قبل ما أروح للنقطة اللي عندي أنا لاحظ يا شيخ أنك تهتم كثيرا في موضوع الإرشاد إلى الدعاء كثيرا في كثير من مناحي الحياة في موضوع الصدقة مثلا وجدت أثره أثر الدعاء ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي بين السماء الأرض دعوة مستجابة كذلك ادعوه أن تموقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غاف لكن هنا نقطة مهمة عبد الحكيم لا تدعو الله تختبر الله هذه مهمة بعض الناس يدعو ما معنى يعني يدعو هل الله يستجيب ولا ما يستجيب لا يدعوه بيقين يدعوه وأنتم يقنون بالإجابة سيستجيب لأن مراتب إجابة الدعاء ثلاثة عبد الحكيم أولها ما هي يستجيب الثاني يدفع عنك بلاء صحيح الثالث يدخلها لك يحفظها لك إذن هي مستجابة 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 فقط يدعو يدعو وهي لا تكلف الإنسان أبدا لا بل أنها سبب من أسبابي زوال الهموم لكن تعرفي بنتيمي ماذا كان يفعل عجيب ابنتيمي يقول عنه تلميذه ابن القيم قال قبل أن يناجي ربه ينفق في سبيل الله يا الله كان يأخذ طعام البيت قبل أن يخرج للمناجاة في المسجد يدعو الله قال يأخذ طعام البيت وتصدق به وينفق سبحانه شيخ الإسلام بن تيمية مع علمه اليوم بعض الناس يكتفي بالعلم ما له ما للنفقات والصدقات ويتحدث عن هذا الباب لا يقول هذا الباب قفله هذا له رجالاته الله هو أكبر معقولة والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنه وأبو بكر وعمر بل كذلك كانوا يتنافسون ويتسابقون فكان شيخ الإسلام بن تيمية قبل أن يخرج يناجي ربه ماذا يفعل ينفق يتصدق ولهذا من العادات الحسنة التي نشهدها في عصرنا وفي وقتنا أنه في أيام العشرة الأخيرة من رمضان وفي رمضان بالتحديد كذلك وأيضا في يوم عرفة يحرص الناس على أن يكون لهم صدقة خفية في هذا اليوم وعلاوة على ذلك يسن فيها الدعاء ويسن فيها القرونات نعم لأن العمل الصالح يستجاب بعد الدعاء إبراهيم وهو ابن الكعبة ماذا يقول هو إسماعي ربنا تقبل منا إنك أثناء يبن الكعبة أثناء وهو يبن الكعبة بل أني أو نبه إلى مسألة مهمة جدا هذه الآية والله عجيبة يا شيخنا ومن الناس من يشري نفسه ابتقائش مرضاءة الله ترى أنت بمالك تشتري نفسك تشتري الجنة صحيح الجنة تنتظرك فقط ومن الناس من يشري نفسه نزلت فيه صهيب ابن سنان لما لحقوه كفار مكة فقال تدعوني أذهب للنبي وأعطيكم مالي اشترى نفسه اشترى سعادته اشترى حياته اشترى عقيدته اشترى إيمانه اشترى إسلامه اشترى سعادته صار في الطريق وهو الحدث ما حد يدر عنه إلا الله سبحانه وتعالى من الذي استقبله النبي بعبارات علم أنه نزل وحي ربح البي أبا يحيا ربح البي أبا يحيا ربح البي أبا يحيا قال عليمت أن جبريل سبقني إليه بالمناسبة صهيب ابن سنان الرومي هذا الرجل العجيب كان كثير الإطعام والنفقة المال عنده ماله قيمة عنده ماله قيمة المال لا وزن له المال الحقيقي هو ما قدمت أنا ما أقول نجلس فقراء لا 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 بل اعلم أن المال سيزيد والله يضاعف يميش مثل الذين انفقونا أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سباسا في كل سنبلة مئة حبة إلى أن قال والله يضاعف يميش سئلاب وغيرا عنها قال ليس سبع مع الضعف الفي ضعف أما سمعتم والله يضاعفه ميش صهيب ابن سنان كان كثيرا لنفاق فلامه عمر في الخطاء طيب يا عمر أنت أنفقت في غزوة تبوك نصف مالك دليل أنه انفاقه عظيم فلامه عمر طبعا أنت تنفق مالك قال سمعت من النبي حديث عجيب يا عمر قال ما هو قال خياركم من أطعم الطعام الله يا جماعة الخير حديث عظيم عظيم تصور حبيبا عبد الحكيم تصوروا أحبة المشاهدين والمشاهدات نسى الله نجعلهم سعداء يا رب تصور أن هناك خلق من خلق الله مستجابة دعوة خلق من خلق الله مستجابة دعوة لا ترد دعوته يدعو لك يدعو لك تعلم من هما الملايكة اللهم أعظمهم فقا خلافة ويقول الآخر اللهم أعظمهم فقا خلافة يا أخي إذا أصبحت أنفق تصور تأكد يقينا أن الملك يقول يدعو لك اللهم أعظمهم فقا خلافة وهو استجاب الدعوة بأمر من الله يدعو لك يا الله إذا لا تنتظر مسكين يدعو لك ولا تنتظر أحد يشكرك أبدا وما لأحد عنده من نعمة تلزأ إلا ابتغى وجهي ربه الأعلى قد يقول البعض ما عندي ما عندك دولي للخير ما تستطيع أن تدول اسكت عن هؤلاء أبواب الخير لا تقدع فيهم ولا تنال منهم ولا تطعم فيهم فوالله ثم والله قد تسد وتمنع كثير من فعل الخير إن كان يؤمن بالله من الآخر فليقول خيرا أو لأصمد صحيح شيخ في حديث أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فأحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فعاله نعم وهذه سبحان الله سنة إلهية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من دعا في الإسلام إلى سنة حسنة فله أجر هو أجر من يعمل بها إلى يوم القيامة ربما كلمة كلمة تنفعك وعند الله ترفعك وربما عمل لك أجر هو أجر من يعمل به وهذا أيضا من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعاله لما النبي خرج جائعا وجد أبو بكر ووجد عمر كان النبي استطيع أن يعود للبيت لكن أشفق على أبو بكر وعمر لأنه صابهم الجوع فدلهم إلى بيت أبو الهيثم بن التيهان قال نذهب إليه فعنده يعني عنده طعام وعنده حلال وعنده رزق فذهبوا إليه بمناسبة لما ذهبوا إليه وجد أم الهيثم بن التيهان في المستان في الحائط الحائط عندما نسمع في كتب السنة الحائط يعني المستان فقال النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم الهيثم سمعت النبي ما رفع الصوتها قالت عليكم السلام النبي ما سمعها قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السنة ثلاثة فردت بصوت ضعيف الثالثة السلام عليكم ورحمة الله فأراد النبي أن صرف قالت وعليك السلام ورحمة الله يا رسول الله والله يا رسول الله أردت أن أزداد ببركة السلام من فمك الطيب سبحان الله شوف الفرص الحياة فرص لا تدع الفرص تفوتك أبدا قال أين أبو الهيثم قال الله بيستعذب الماء فقالت يا رسول الله والله ما من بيت من بيوت المسلمين اليوم والليلة أكرموا ضيافا منه ففرشت النطع من جل وجلسوا فقدم أبو الهيثم ففرح بهم وتصلق النقلة وأتى بالعذق ثم وضعه بين أيديهم وأكلوا وذهب ليذبح لهم ويطلق ثم قال النبي بعد أن أكل وشرب لتسألون يومئذن عن نائم سبحان الله اليوم تستطيع تقول الله أهل بيتك لا تسألون يومئذ النعيم قال إيش كفرنا فجرنا أسرفنا وهي مجرد تذكير سنسأل عن هذا النعيم إذا لنا إخوة ضعفاء فقراء فقراء أيتام أيتام يحتاجون إلى شيء من ما عندنا ما طلبهم كل ما عندنا شيء من ما عندنا والذي يخرج سيعود أضعاف مضاعفة سيعود أضعاف مضاعفة والله يضاعف لمن يشاء فقط نقول نعمل بيقين بأن الله معنا لأننا متى كنا مع الله وكنا من المتصدقين فالله تعالى يحب الصادقين لماذا سمي الصدقة لأن هذا لا 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 صدق لأن الناس الإنسان يخرج المال والمال أحب ما عنده المال محبوب ترى تحسبها بالدرهم والدنار لكن تخرجه في سبيل الله هذا يدل على صدرك وتجاهد النفس لما رب السوء والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سوء لنا وكثير من نماذج في واقعنا ينفق بلا حساب ولا عد ولا عد عندنا في مكة عين تسمى عين زبيدة معروف إلى اليوم فلما جاءوا لها بالدفاتر هي زوجة هارون رشيد لما جاءوا لها بالدفاتر أخذتها وألقتها في نهر دجلة والفرات قالت والله لو أخذ المال كله إلى اليوم تذكر ويوجد أوقاف ملك عبد العزيز رحمه الله وغيرها من أوقاف المباركة كل ذلك هو الذي سينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بمثل هذه النفقات ومثل هذه الصدقات ومثل هذه الأعطيات ومثل هذه البركات فقط أقبل على الله وما تقرب إلي عبد شبرى إلا تقربت إليه ذراعة وإذا أتاني يمشي أتيته هاروة اطلبوا لأنفسكم ما وجدت أنا إني وجدت في هواه سكنا إن بعد قربني وإن ذنوت من هدنا الله الله إذن هي دعوة يا شيخ للمساهمة في الصدقات بشكل عام وبالتحديد ونحن نتكلم عن جمعية رفاق والوقف الخاص فيها هي دعوة للمشاركة للمساهمة للبذل بما تستطيعه نفسك وبما أيضا تقدر عليه من ميزانيتك الخاصة صحيح أننا يعني قد تمر بالإنسان ضائقة وما يدري بأن هذه الضائقة مفتاحها هو الصدقة قد يتعجب الإنسان يا شيخ أنه كيف أنفق ويزيد مبلغي أو يأتيني خير يعني العقل البشري لا يتخيل هذه وعود إلهية ربانية نبوية والنبي ما ينطق عن الهوى الله زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى زكى عقله قال ما ظل صاحبكم زكى فؤاده وقلبه قال ما كذب الفؤاد ما رأى زكى خلقه فقال وإنك لا على خلق عظيم زكى أمته فقال كنتم خير أمة أخرجت الناس هذه وعود إلهية ربانية ثق أن الله لن يخذلك أبدا سيذهجك الله بما سيكرمك ويعطيك ويدفع عنك فقط أقبل بيقين أقبل بصدق أقبل بحب أقبل وستعرف أن الله كما قال يحبه ويحبه رضي الله عنه ورضوه عنه وهذه رسالة بأن أيضا عند وفاتك لن يذهب معك إلى قبرك إلا عملك نعم وماك نماذج أنا ما أحب عبد الحكيم أميل كثير قصة واقعية لأن الناس كثير بينه مصدق ومكذب وقد يضاف إليها لكن والله بالجملة أنا ما أذكر قصص واقعية أحب قصص النبوية السلف الصالح إلى خريف لكن بالجملة كثير ممن أعرف عندنا في مكة رجل عنده مال كثير جزء ثلثة ترك أوقفه شوف البركة الآن ثلثة ترك أوقفه سبحان الله الباقي تركه الورثة تنازع الورثة تنازع الورثة فيش؟ في الثلثين الثلثة خلاص الوقف ماشي شغال يجري عليه تنازع كل الثلثين هذا إلى الآن في المحاكم لم يخرج سنين ولم ينتفع منه بريال حجيب النفع فين؟ في اللي ذهب في الوقف صحيح الذي أوقفه سبحان الله كلما أكلم أولاده يقول سبحان الله يا شيخ محمد الوقف نفعه للوالد الآن وذاك ما زال في المحاكم إلى اليوم إلى اليوم يتنازعون فيه لا إله إلا الله لذلك أقول آبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع لا تنتظر الأولاد والأبناء ينفعوك صحيح انفع نفسك هي دعوة لكل موسر بأن يجعل له سهما يجعل له أسما يجعل له وقفا خاصا فيه صحيح انفع نفسك لا تبخل على نفسك أبدا والله ما أحد ينفعك قد يبكون عليك يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين بعدين تسبح فعل ماضي من عالم النسيان إذا تذكروا في رمضان ولا في العيد رحمه الله ويعيشون حياتهم لكن استمتع أنت عند الله بما قدمت استمتع عند الله بالظل استمتع عند الله بالجنة استمتع عند الله سبحانه وتعالى أن تدخل من باب الصدقة استمتع عند الله بما عده حتى يتمنى أهل الجنة إذا عادوا إلى الدنيا عن ماذا أن يتصدقوا يتمنون من أمنياتهم إذا عادوا إلى الدنيا ماذا يتمنون أن يتصدقوا لما وجدوا من أثرها في الجنة لذلك ما أعظم الإنسان لا ينسى نفسه نعم هناك واجبات سعد بن أبي وقاص في مكة في عمرة القضاء وقيل في فتح مكة المهم أنه كان في مكة لما مرض كان عنده بنت واحدة لما مرض جاء النبي عوده النبي يحب سعد فقال يا رسول الله ما لكله في سبيل الله قال لا يا سعد كثير قال نصفه رسوله قال لا كثير قال ثلثه قال ثلث وثلث كثير فبرئ سعد من المرأة لا إله إلا الله قصة صحيحة يا جمعة الخير بعضهم يقولون يريد أنا ما أجبت للقصة من الواقع بعضهم يقولون مبالغات من الهدي النبوي جاء زاره النبي في عمرة القضاء عمرة القضاء وعاش سعد بعد ذلك خلاص يرى الموت قال رسول الله أريد أن أنفق مال كله قال لا كثير قال نصفه شطره قال لا كثير قال ثلث قال الثلث يا رسول فأخرجها فبرئ وعاد كما كان سليما صحيحا معافا سبحان الله سبحان الله إذن هي سبيل أيضا من سبل دواة المداوات والعلاج نعم نعم دواة نفع شفاء إصلاح البيت إصلاح الأبناء فقط أقبل وسيدهجك الله بما عنده لأن خزائنه ملأ لا تنفذ أبدا لا تنفذ لا تنفذ أبدا عندما رأى النبي رجل رجل يتنعم في الجنة فأخبر الصحابة أنه رأى رجل يتنعم في الجنة قالوا بما بلغ يا رسول الله قال وجد نقص شوك فأخره الله يعطي أعطاء عجيب لأن خزائنه لا تنفذ لكن لا تقدم وأنت تختبر الله أبدا ليبلوكم أيكم الله يختبرك جاء رجل قيل إبراهيم من الأدهم وابن مبارس قاله ألستم تؤمنون بالقضاء والقدر قال نعم قال طيب ألقي بنفسك من أعلى هذا الجبل فإن شاء الله تموت تموت وإن شاء تعيش تعيش يقول ألقي نفسك من الجبل إن شاء الله تموت تموت وإن شاء تعيش أما عندكم إيمان قضاء وقدر قال يا عدو الله الله خلقنا ليختبرنا ما خلقنا لنختبره فلا تنفق وتتصدق وتدعو أن تختبر الله يفعل وأن لا يفعل لا هذا فيه إساءة إلى الله فيه عدم معرفة الله حق المعرفة الله تعالى يعطي على القليل الكثير إذا كان النبي يقول اتقوا النار ولو بشيء قتال لما دخل العائشة وجد عندها ذراع وكذا قال بقي منها شيء عائشة قالت ما بقي منها إلا هذا قال لا بقي كلها إلا الذي أنفقته سبحان الله شيخنا أيضا من الأبواب الجميلة في تربية الأبناء وهو تعويدهم على الصدق مشاركة جعلهم أيوة جعلهم يمارسون هذا العمل وهذه الطاعة بطريقة هم يرغبون فيها أنا دائما أقول للأبناء عندي ما تبغى الله يحبك إلا هيخذ أعطي هذا تبغى الله يرضى عنك تبغى الله ينجحك لأنها سبب النجاح والتوفيق والسداد فقط نحتاج أن نربي أنفسنا نربي أولادنا نربي بيوتنا حتى عندما يحصل بينك و بين زوجتك نزاعات خلافات نعم ادعوا لها ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا القرى تاعون لكن تصدق منية أن الله سبحانه وتعالى يزيل هذه النزاعات ستذوب كما يذوب الملح في الماء أحد الآباء أراد أن يعني يغرس في أولاده الصدقة فذكر لهم بأننا سنصدق بكاراتين ماء داخل المسجد فلما يعني وزعوا الماء الآن في المسجد وتبرع الأبناء وقتها بالمشاركة فدخلوا للمسجد الابن مباشر يسأل والده يقول وين كرتون اللي تصدقت فيه فذكر له والده مباشرة بأن هذا الكرتون أو الكرتون المفتوح أو الكرتون اللي الآن ما فتح واحد منها سيجري حسناته لك بإذن الله تعالى بعد صدقتك و إنفاقك للناس فما بالك بصدقتك و رؤيتك يعني في هذا الوقف وقف رفاق رؤيتك للنتاج الجميل من الأيتام اللي قاعدين تقدم لهم برامج و تقدم لهم أشياء ترى نتاجها على هؤلاء الأبناء اللي بعدين يتخرج منهم المهندس و الدكتور و أيضا نحن في زمن يحتاجون إلى قدوات القدوات نفتقدها في كثير من الماكن الماكن والمواطن القدوات من هم؟ الأب الأم المعلم المعلمة المسؤول المسؤولة كل أولئك قدوات نحتاج إلى قدوات بالذلك لأن عيونهم منعقدتهم بعيننا فالحسن عندهم ما أحسننا و القبيع عندهم ما تركنا فنحتاج إلى قدوات ما أجمل أن نعلم أن الأب والأم و كان أبوهما صالح صالح حافظ الله على كنز الأيتام بسبب ماذا؟ صلاح ما أجمل أن تكون صالحا وبشركم بشارة بشارة عجيبة يا شيخ نعم بشارة أعطنا يا شيخ رباني و من عمل صالحا من ذكرهم أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة أبشروا بالحياة طيبة أبشروا بالسعادة أبشروا بدفع العين والحسد والسحر والبلاء الحياة طيبة وعد إلهي رباني فقط أقبل فقط تصدق فقط أنفق فقط صلي فقط صلى الرحم فقط اعفو وانظر ما ذيف الله تعالى بك سبحانه حياة طيبة سعيدة رغيدة حميدة يا الله فقط كل مع الله وانظر ما ذيف الله تعالى بك يا الله أخيرا شيخنا ونحن في ختام حلقتنا لهذا اليوم نود أن نوصل رسالة ونحن نتكلم عن ميادين العطاء هناك أشخاص قد لا يدفعون ريال واحد ويجري لهم من الحسنات الخير الكثير إما بالنشر وإما أيضا بدعوة الموسيرين بالتبرع وإما بمن ينفقون من أموالهم ولا يجدون في ذلك حرجا من أنهم يقدمون ذلك بل النقطة الأهم أن هناك من ينفق على بيته فيأتيه من أجر الصدقة والخير الكثير أنا أريد قبل أن أخرج من بين أيديكم شعار عجيب الآن يعني ما هو العطاء من فتح له باب العطاء ودخل منه فذلك المرحوم ومن فتح له باب العطاء وعرض عنه فذلك المحروم الله لا تحرم نفسك والله لن ينفعك أحد أبدا والله لا زوجة وإن كانوا فيهم خير لكن مع الحياة ومشاغل الحياة سينسوك ستصبح ماضي لكن دائما أنت عند الله حاضر بماذا بصدقتك بنفقتك بعملك بقربك بصلتك بعفوك بجميل خصالك بجميل أفعالك تذكر أن هذه الدنيا دار ممر وليس الدار مقر يا غاديا في غفلة أو رائحة إلى متى تستحسن القبائحة وعجبا منك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريقة الواضحة كيف ترضى بأن تكون خاسرا يوم يفوز من كان رابحا يفوز الناس وأنت تخسر لا تغفل لا تغفل لا تغدو وتروح إلا وأنت دائما بين عينيك الجنة الرضا الله ظل العرش القبر يا غافلا عن مصيره يا واقفا في تقصيره سبقك أهل العزائم وأنت في اليقظة نائم قف على الباب وقوم فنادم ونكس رأس الظل وقل أنا ظالم انفع نفسك سينفعك الله ارفع نفسك بالصدقة سيرفعك الله ويقبلك تقرب الله إليك أقرب جزاك الله خير شيخ محمد بن سليم الصبحي أنا شكر لك حضورك وتعنيك وجيتك من مكة وأيضا كلماتك اللطيفة وإعدادك الجميع الصراحة لمثل هذا الموضوع والله سيد بكم وسيد ببلادنا وأهلنا وعلمائنا وولاة أمرنا وأعيد وأقول يحب هذه البلاد يحبها خير أهل الأرض قاطبة ما هو الفؤاد لقاصيها ودانيها نحبها لا لشيء جر منفعة ولا رياء ولا سكرا ولا تيها غيومها رحمة أمطارها فرج ريحها المسك والأرواح وتفتيح جزاك الله خير يا شيخ وشكر مصول لكم متابعين على طيب المتابعة فقط للتذكير وقف رفاق لرعاية الأيتام تبقى منه القليل فلتكن لك صدقة لكلك سهم ليكن لك أيضا ثمرة في هذا الوقف ومثل ما تعودنا في كثير من حلقات الإنفاق وحلقات الصدقة دائما ما يكون أن الإنسان يبحث له في كل مجال سهما ويضع له شيئا وخيرا يجده يوم القيامة نحن بهذا انتهينا حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم حتى ذلك دمتم بخير إلى اللقاء حديث طيب ماتع كماء طاهر نابع هل أم عندنا نبع زلال طيب نافع حديث طيب ماتع كماء طاهر نابع هل أم عندنا نبع زلال طيب نافع يا نابع الوفى والخير نور للهدى ساطع يا نابع الوفى والخير نور للهدى ساطع